بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أخوكم بالقاسم في فيديو جديد اللي نديروا فيه شوية تحت تحليل قبلنا نبدأ الفيديو من فضلكم تتبعونا في اليوتيوب فيسبوك تويتر تشاركوا في القناة من فضلكم على نطاق واسع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أخوكم بالقاسم يحييكم في فيديو جديد نتكلم فيه على الأراضي المقطعة من الطراب الوطني عام 1845 من الاستعمال الفرنسي لإهدائها للكيان المسخ المروقي لشكره لدعم تحم الفرنسا والتخاذل والتقصير اللي قام به وحاصة الخيانة اللي قام به سلطان فاس ومراكش نقوم لهم عبد الرحمن في ذاك الوقت يعني ورادوك حنايا كنا من الأولين اللي كنا نطالبو ومشي كنا نطالبو كنا نقولو احنا ما نطالبوش حنا يعني حاجة اللي تددت بالقوة احنا نرجعوها بالقوة احنا ما نطالبو عكس المنارك اللي طالبو بالصحراء الشرقية ولا ما بريش وشنو احنا نجيبوها بدلعنا بإذن الله وهذا الأراضي احنا نقولو حال الوقت ان الجزائر تعاود تجيب هذو الأراضي وغير الأراضي احنا هذو الناس اللي يعني الناس القاطع اللي يسكن في هذه الأراضي ما يهموناش غير أولا يعني كانوا من قبائل جزائرية يعني حرة كأولاد سيد الشيخ وكان القبائل لحد أخرين معروفة هذو معليش هذو كنا عاودو لهم طربية تحم باش يتنحلهم العبودية اللي تنغرست في دمهم منذ 1845 وما يكونش يكونش سهل بإذن الله بس كما جازش عليهم بزاف يعني شوية يعني عاقل من ميتين سنة ما زال ما يعني مع العبودية تنغرست يعني في العروق تحم على خلاف الجماعة بلاد دابا وكي ما يقول المثل الوجدي اللي يروح لبلاد دابا ولي بلاد جلابا المثل الوجدي الجزائري المعروف وولا احنا وش نقولو احنا هذا الموقف تاعنا ما عندوش يعني ما راهوش موقف تعيون غياكشو لأن المروكي طالب بأشياء وهمية لي ما عنده حتى أساس يعني قانوني وما عنده ما كان حتى خرائط يعني توثق المزاعم تاعه ودرنا فيديوهات وتكلمنا على هذه هذه يعني التيوغي واضحة وضوح الشمس والناس يعني اللي تعرف التاريخ وتعرف الوقائع لصلاة في هذاك الوقت واضح وهذا يتزامن مع تغيير تسمية هذه الزريبة في الف وتسعمائة وستة وخمسين أو في سبعة وخمسين وانداد يعني تبدلت من المملكة الشريفة من السلطنة الشريفة إلى مملكة المغرب يعني وهذا المغرب يعني هذا اللي ببدأت الاستراتيجية هكاك يعني تسرق اسم لما راه هو شتاعك وكي تسرق الاسم لما هو شتاعك تسرق أيضا يعني محيط يعني تاريخ حضارة لما راه يشتاعك يعني أشياء تخيط كيولوجيك لصلاة وكانت من ترتبة يعني في المخابر المخابرات الفرنسية أواخر يعني في الخمسينيات لصلاة هذا التخطيط والآن يعني المروك كدولة ووظيفية يعني تنفذ هذا التخطيط الماكافيلي يعني اللي بيستاعه هو أن يكون فيه مشكل في المنطقات تعنا وحتى بلاد من منطقات شمال إفريقيا ما تخبرت تطور وتقعد في هذه النزاعات حنا وش نقوله للسلطة تعنا نقوله عندنا القوة عندنا الإيمان عندنا ما يمكننا باش نعوده نرجعه إلى أرض الوطن هذه الأراضي المقطعة ونقوله حان الوقت حان الوقت الزحف نحو وجدة الزحف نحو تازة الزحف نحو قرسيف الزحف نحو كل أراضي الجزائر اللي كانت جزائرية منذ توحيد نوميديا في ناقص 2 و 2 قبل الميلاد هذا أراضي جزائرية حتى ود ملوية ود ملوية هي الحدود الحدود الطبيعية على الجزائر أحبه من أحاب وكرهه من كرهه والجزائر عندها القوة على خلاف بعض الناس عندنا القوة باش نحقه يعني زومبيسان تعنا وبإذن الله بإذن الله يجي الوقت يجي الوقت وين الجزائر تعود تسترجع هذو الأراضي عندي يقين أن الجزائري عمره ما يسكت على الحق تاعه هذو الأراضي تعنا تع جدودنا وما عمرنا ما نسمحوه فيهم وعمرنا ما ننساهم هذو أراضي جزائرية أراضي جزائرية ونتكلم غير على الأراضي ما نتكلمش على القاطعة يعني العبيد يكون فيه فرز باش نشوفوا من هو الجزائر الأصل ومن هو لدخل هذه المنطقة وما عندوش جذور جزائرية وهذاك يعني ما نقدروش للأسف ما نقدروش نعودونا ربيوه بشي ولي رجل حر ويبقى في العبودية هذيك تعوه بالتالي ما نقدروش يعني نضموه إلى الجزائر الكبرى هذه هي تقعد فيها يكونوا فيها يعني بعض الحسابات باش نعودو هذا على فكرة هذا الفيديو ندير فيه نداء ندير فيه نداء للجزائريين للجزائريين اللي رهم يستكنوا هذو المناطق المحتلة باش يجيوا يعني يعاونوا أخوانهم في الجزائر باش نااااا ويتعاونوا معنا يعني كل جيش الجزائري يسحف يعني إلى وجدك يسحف في لسعيدية يسحف في المناطق هذو الجزائرية يعني حتى في جيج يعني في جيج هي جزائرية إيش جزائرية كل هذو المناطق جزائرية يعني كيجي الجيش بإذن الله ويجي عن قريب يعني تتعاملوا معاهم تعاونوهم توريولهم يعني هذو المخازنية هذو باش نتعاملوا معاهم وتسهلوا لنا يعني التوغل في هذو الأراضي العزيزة على قلب كل جزائري حر وإحنا ما ننسوش ننسوش الأراضي تعناو وتعاود تولي إلى أرض الوطن بإذن الله لأن المروكي يعني سوف يرتكب حناقة لأن المروكي يعيش في الحين جنون العظمة بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني والنخوة هذيك والنشوة على هذيك تغريدة ترامب اللي ما عندهاش مفعول وحاسبين لوحدهم يعني حتى وصلت بهم الواقعة حتى التجسس على سيدهم الفرنسي وهذا يعني يكملوا في هذه الخطوة يقدروا يغلطوا معنا وهذا وش نتمنى وهذا ما كنا نبغى كما قولوا وهذا وش ننستنى أغلطوا برك أغلطوا برك ويكون زحف جميل وجميل جدا لاستعادة أراضي الجزائر الكبيرة بإذن الله نكتفي بهذا القدر على الأمل اللقاء معكم في فيديو جديد بالقسم يحييكم تحيي الجزائر تحيي الجزائر تحيي الجزائر المجد والخلود لشهدان أبرر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته